بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أحبابي أبنائي وبنات الأعزاء طلاف الشهادة الإعدادية أهلاً ومرحباً بكم مع حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم إن شاء الله في حالتنا اليوم سوف نتابع ونستأنف أحداث طموح جارية إن شاء الله اليوم مع الفصل الرابع من طموح جارية بعنوان عقبة في طريق الأمل عقبة في طريق الأمل هو الفصل الرابع أما الفصل الثالث كان بسمة في طريق الأمل بسمة في طريق الأمل وعقبة في طريق الأمل يبقى نعتقد أن هناك بعض الأحداث السيئة لا يتحدث في هذا الفصل زي ما عودناكم مع بداية كل فصل جديد بنتناول الشخصيات الجيدة التي سوف يتناول ذكرها في أحداث الفصل تعالوا معنا نتعرف بعض الشخصيات الجديدة الشخصية الأولى اللي معنا الأمير طقي الدين والأمير مجيد الدين الأمير طقي الدين والأمير مجير الدين هما عم الأمير نجم الدين أيوب وقد جاء إلى نجم الدين من مصر لدعوته لتخليص مصر من فساد العادل ثم تخلي عنه في منتصف الطريقة دي أول شخصيتين معنا الشخصية التالية الصالح إسماعيل الصالح إسماعيل هو أيضا عم نجم الدين حاصر دمشق بعد خروج نجم الدين منها ثم استولى عليه يبقى كده نجم الدين عنده ثلاث إعمام في هذا الفصل الأمير طقي الدين والأمير مجير الدين والصالح إسماعيل الشخصية التالية التي معنا ورد المنى ونور الصباح ورد المنى ونور الصباح هم جاريتان من جواري نجم الدين ولكنهما كانت تعملان لحساب سوداء بنت الفقه وهيكون لهم دور مؤثر جدا في أحداث الفصل وهم طبعا دور الخيانة والجواسيس تعالوا معنا كما تعودنا في بداية كل فصل جديد والطريقة الجيدة الحمد لله اللي احنا بنتابعها معاكم شرح أحداث القصة على الخريطة حتى نربط أحداث القصة بأماكنها حتى تثبت في أذهانكم فضلوا معنا نتابع أحداث الفصل الرابع على الخريطة فضلوا معنا كده يا شباب أحداث الفصل الثالث انتهت فصل الثالث انتهت وكان ملك مصر هو العادل سيف الدين كان ملك مصر والشام نقولنا قبل كده أن الفصل الثالث كانت بسمة الأمل استطاع نجم الدين أن يصل إلى دمشق أو يحصل على دمشق بسبب المبادلة أو المقايادة التي تمت بينه وبين الجواد مظفر الدين عندما تنازل نجم الدين عن قلعة سنجار وحسن كيفة وتنازل لنجم الدين عن دمشق انتهت أحداث الفترة ديت بوصول نجم الدين إلى دمشق ودي كانت بسمة الأمل في الفصل الماضي طيب بداية الفصل الرابع بيحدث الفصل الرابع حوار دار بين نجم الدين وبين شجر الدر شجر الدر بتهنئ زوجها بهذا الإنجاز العظيم وهو الوصول والحصول على دمشق بتقول له منزل سعيد يا مولاي وما بعده أسعد بإذن الله منزل سعيد أي قامة سعيدة يا مولاي في دمشق وما بعده أسعد بإذن الله ماذا تقصد بكلمة ما بعده أكيد طبعا تقصد الوصول لعرش مصر فهم نجم الدين قصدها وبدأ يسرح بصره ناحية مصر ويقول لها ولكن كيف الوصول إلى مصر يا شجر الدر إن الطريق ما زال شائك أي صعب أمامنا ولا ندري ما خبئ لنا من سيوف بني أيوب وكمائنهم اتنين خبس الفرنج تلاتة كيد سوداء بنت الفقيه وأتباعها الموجودين في صفوفهم يعني بالروحة كده نجم الدين بيحدد العقبات اللي يتقف أمامه وهو في دمشق أول عقبة كيد سوداء بنت الفقيه وأتباعها الموجودين يعني نجم الدين يعلم أن سوداء بنت الفقيه تسخر أو تجند جنود عايشين مع نجم الدين ولكن هم جواسيس للسوداء دي أول عقبة وكمان سيوف بني أيوب وكمائنهم سيوف بني أيوب لهم أمراء بني أيوب وخداعهم وحيالهم تلاتة خبس الفرنج أي مقر ودهاء الفرنج بدأت شجي الدور كزوجة مخلصة تهون من عزيمة زوجها وتقول له بعزم مولاي تهون الشدائد وتزول العقبات وإنت يا مولاي عزمتك أقوى من كل هذه العقبات وتنهد الرواسي أمام عزيمة مولاي وصبرك والله هو الملهم الموفق مع الإيمان الصادق طبعا شكر لها على هذا الكلام الطيب وبينما هما يتحدثان دخل الحاجب أي الحارس على نجم الدين وأخبره بوصول عم الأمير طقي الدين وعم الأمير مجير الدين جاءوا من مصر ومعهما مع جموعة من الأمراء يرويدون مقابلة نجم الدين استأذرنا الشجية الدور وانصرفت وسمح لهم بالدخول دخل الأمير طقي الدين والأمير مجير الدين ومع مجموعة من الأمراء ودار بينهما حوار طويل مع نجم الدين ملخص الحوار أنهم يخبران نجم الدين أنهما قد طرق مصر هروبا من العادل وفساد حاشيته وأنهم جايين إلى دمشق بيوصلون أو بيوصلون رسالة اللي هو إلحاح الشعب إصرار الشعب المصري على أن يمد إليهم نجمة دين يد المساعدة ليخلصهم من فساد العادل وينتشل مصر من هذا الفساد ده كانت رسالة أو كانت كلام تقيي الدين ومجير الدين كمان تقيي الدين بدأ يتحدث مع نجم الدين بيقوله الواجب يدعوك يا مولاي فمتى تلبي داعيه واجب على مولاي أمام الله أن ينهض برسالته ويؤدي واجبه ويذهب إلى مصر لينتشلها من هذا الفساد كل هذا الكلام كانت محاولات لإقناع نجم الدين أنه ينطلق بجيشه إلى مصر طيب بعد كده إلا حصل بقى اقتنع نجم الدين بفكر في الكلام واقتنع بالكلام ده وأعطوه الاستعد بيجيشه أنه هو هينطلق إلى مصر وأرسل رسالة أيضا إلى عمه الصالح إسماعيل عمه الثالث اللي هو كان يعيش في الشام وأرسل رسالة إليه يطلب منه مساعدته في وصول إلى مصر بعد الوقت عندي نجم الدين اقتنع بكلام عميه طقي الدين ومجر الدين وأرسل رسالة للصالح إسماعيل مش كده وبس ده كمان هو خرج من دمشق بجيشه دون أن ينتظر رد إسماعيل عليه لحد الوقت كده الأحداث وقفة أن نجم الدين خرج من دمشق بجيشه يأتي هنا دور الخيانة دور الجواسيس دور سوداء بنت الفقي وأتباعها من أهم أتباع سوداء بنت الفقي الجارية ورد المنى والجارية نور الصباح ورد المنى ونور الصباح هم جاريتين من جوار نجم الدين عايشين مع نجم الدين ولكن يعملون لحساب سوداء بنت الفقي أم العادل يولناها أخبار ويشيعان الفرقة والخلاف بين نجم الدين وأتباعه على الفور أرسلت ورد المنى ونور الصباح رسالة إلى الصالح إسماعيل في الشام تغبروا بالاتفاق الذي حدث بين نجم الدين وبين الجواد وأن نجم الدين أصبح الآن ملك دمشق وأن ليس من مصلحة إسماعيل أن يكون في المنطقة حاكم قوي بجواره وحذروا من خطر ذلك عليه الصالح إسماعيل اقتنع بكلامهم وبعت لهم رسالة أن هم يحاولوا يبصوا الفرقة والخلاف بين نجم الدين وبين أتباعه الموجودون معه وخاصة من الأيوبيين اقتنع بكلامهم لحد ما يدبر أمره بالفعل على طول توصلت ورد المنى ونور الصباح مع طقي الدين ومجير الدين ودار بينهما حديث طويل سخرت فيه ورد المنى من طقي الدين ومجير الدين وكيف أنهما أمراء بني أيوب الأمير طقي الدين والأمير مجير الدين يسمعان كلام أو يأخذان أوامرهم من جارية مثل شجر الضر وبدأت أن هي تتعجب من ذلك بالفعل انخدع الرجلان الأمير طقي الدين والأمير مجير الدين من كلام ورد المنى ونور الصباح وبدأ يبدلوا رأيهم ورأوا أن وجود العادل الضعيف أفضل بكثير من وجود نجم الدين في الحكم لأن طبعا الجريتين حذرهم من بطش شجرة الضر لأنها تكره أمراء بني أيوب ولو وصلت شجرة الضر للحكم سوف تتخلص من أمراء بني أيوب صغيرا وكبيرا بالفعل حدث ذلك تخلى عنه طبعا لسه دلوقتي بيتدبروا حاجة معينة طيب نجم الدين خرج بجيشه وحتى وصل إلى نبلس وصل إلى مكان اسمه نبلس هنا في طريقه إلى مصر ذهب إلى نبلس واستولى عليها وظل في نبلس ينتظر مجيء عم الصالح إسماعيل وهنا يأتي المفاجأة ودور الخيانة الصالح إسماعيل عم نجم الدين هجم بجيشه على دمشق بعدما خرج منها نجم الدين وقام بحصار قلعة دمشق ده رحوار بين نجم الدين وبين عميه طقي الدين ومجير الدين هيعملوا إيه؟ الوقت بيتنقشوا فيه ما حدث من ذلك فهنا طبعا كم بتوقع أن هم يقولهم يقولوا طبعا لا نكمل إلى مصر وإن إحنا نحصل على جيش مصر ونيجي بعد كده نسترد دمشق لكن بسبب كلام الجيريتين ورد المنى ونور الصباح بدلوا رأيهم فقام تقي الدين وقال يا مولاي كيف نتقدم خطوة وظهرنا مكشوف أنأمن أن يأتي إسماعيل من خلفنا ويتقدم العادل من أمامنا ونحصر بين نارين نار إسماعيل ونار العادل ده كلام مين؟ ده كلام تقي الدين كمان مجير الدين بدأ يشوف له حجة بيقول له كيف نترك أموالنا وأهلنا في دمشق حتى ينهب إسماعيل ويزيقهم الهوان وبدأ أن هم غير رأيهم فتعجب نجم الدين تعجب نجم الدين من تبدل من هذا التبدل العجيب في رأيهما ولكن لم يكن له أي حل أنه هو يستجيب لهم منعا للخلاف والفرقة فبدأ يعود أو يتقدم خطوة إلى الخلف حتى وصل إلى القصير القصير هي مدينة بين نبلس وبين دمشق عند القصير جاءت الأنباء أن إسماعيل دخل دمشق اقتحمها سخدت دمشق فضار حوار مرة أخرى بين نجم الدين وبين تقي الدين ومجير الدين ماذا سنفعل؟ خلاص انتهى الأمر ساقدت دمشق ودخل إسماعيل ولكن تقي الدين ومجير الدين أصروا على العودة إلى دمشق وعادوا إلى دمشق بما معهم من جنود وتركوا نجم الدين وشجر الدر وما مليكوا بمفردهم في القصير هنا دار حوار بين نجم الدين وبين شجر الدر ملخص الحوار أن شجر الدر تقول لنجم الدين يا مولاي لا تعتمد أبدا على أمراء بني أيوب هم خائنين يملأهم الحقد كل هدفهم هو الطمع في الحكم والملك كل منهم يسعى أن يكون ملكا حتى الأبلة منهم يظن أن يكون في يوم الأيام سلطانا على البلاد وأقنعته قالت له يا مولاي لن ينفعك سوى غلمانك الغلمان اللي هو المماليك الصبيان الذين يشتريهم صغارا ثم يربيهم وينشئهم على حب نجم الدين ويربيهم ويكون لهم مثل الأب والأخ والعم ينشأون على طاعته ويكون ولأهم له طبعا اقتنع نجم الدين بهذا الأمر ولكن سألها سؤال وما الحل إذن الآن من هذا المأزق قالت له يا مولاي الأمل في داود الأمير داود فتعجب نجم الدين قال داود كيف داود لا يرجى منه خير داود يوم معنا ويوم علينا قالت له يا مولاي الآن من مصلحته أن يكون معنا لأنه لو هاجمنا سوف يقوي عدو إسماعيل وهو أصلا لو نفسه ياخد دمشق وابقود إسماعيل في دمشق استحالها يعرف ياخدها فإذن لو هاجمنا سوف يقوي من عدو إسماعيل وإذا وعدنا يا مولاي أن نعطيه دمشق سوف يكون معنا في هذه اللحظة اقتنع نجم الدين بكلامها وأرسل الرسالة إلى الأمير داود الذي كان مزال في مصر يعيده بدمشق إذا وقف معه في هذا الأمر دا كان ملخص الفصل الرابع وأحداث الفصل الرابع تعالوا معنا يا شباب نتابع أحداث الفصل عن طريق تحليل الفصل إلى سين وجيم ونشوفه بالتفصيل عشان نسبت المعلومة اتفضلوا معنا بكده يا حبيبي بعد ما تناولنا أحداث الفصل الرابع تعالوا كده ما شرحناه على الخريطة نحلله ونوسطه في هيئة سين وجيم طيب تعالوا كده نشوف السؤال الأول معنا بيقول حددها نجم الدين العقبات التي تمنعه من الوصول إلى حكم مصر تفتكروا معنا كده يا ريد بكده لما سمحتوا خليكم معايا أول حاجة سيوف بني أيوب وكمائنهم تمام اتنين عندي حيا لو ما كاد مرى بني أيوب اتنين خبس الفرنج تلاتة تدبير وتخطيط بنت الفقيه وأتباعها الموجودين في صفوفهم يعني نجم الدين يعلم أن هناك جواسيس تعمل لصالح سوداء يعيشون معه طبعا ولكن لا يعرف من هم هؤلاء الأشخاص وبالتالي لا إلا كان قتلهم من زمان ولكن يعلم أن هناك جواسيس ولكن هم موجودون ولا يعلم من هم طيب ده السؤال الأولاني اللي هو العقبات الحديدة نجم الدين لننتقل إلى السؤال التالي كانت شجر الدر زوجة مخلصة تهون على زوجها العقبات التي تواجه وضح ذلك طبعا كانت دائما تقو من عزمته وشجاعته وإيمانه وعزمه الصادق وأن الله سيعينه على الانتقام من الغزاه الطامعين طيب السؤال الثاني بين دوافع نجم الدين للإسراع إلى مصر نجم الدين كان هدفه يسرع إلى مصر لأن مصر قوة عظيمة يستطيع أن يضرب بها الفرنج الضربة القادية فهي القلب النابض لكل جيوشنا العربية تمام كمان حاجة فيه حاجة تانية هناخدها في السؤال التالي فيه رغبة بقى شخصية لنجم الدين خلاص أول حاجة هنا هنقولها بعد شوية فيه السؤال اللي بعده طيب ما سبب مجيء طقي الدين ومجير الدين وبعض الأمراء إلى مصر سبب مجيءهم يخبروا نجم الدين بسوء أحوال مصر في عهد العادل وفرارهم منهم كمان يخبروا بإلحاح الشعب وإصرار الشعب أن يمد إليهم نجمة دين يدى المساعدة ويخلصهم من فساد العادل وحاشير السؤال التالي علل رغبة نجم الدين أيضا في الانتقام من الفرينج طيب في الوقت نجم الدين عنده رغبة شخصية في الانتقام من الفرينج ماذا حدث بين نجم الدين وبين الفرينج؟ نجم الدين وهو شاب صغير في عهد أبيه الملك الكامل سنة 615 هجريا قد كان يحارب مع أبيه الملك الكامل وأخذ أسير أخذ رهينة عند الفرينج وطبعا ودفع والده فيديا لإفراج عنه فنجم الدين ليه رغبة في الانتقام من الفرينج لأنه أخذوه رهينة في موقع الدمياط سنة 615 هجريا في عهد أبيه الكامل وبسبب أيضا ما ارتكبوه من المظالم والمآسي في البلاد ننتقل إلى السؤال التالي ماذا طلب نجم الدين من عم أصالح إسماعيل وإلى أين اتجه بعد ذلك؟ نجم الدين أرسل الرسالة إلى عم أصالح إسماعيل طلب منه أن يسرع بجيشه ليساعده في دخول مصر واتجه بجيشه إلى مصر حتى وصل إلى نبلس واستولى عليها وانتظر عم إسماعيل هناك وده كان خطأ من نجم الدين أنه يخرج من دمشق دون أن يصل له رد إسماعيل تعالوا معنا ننتقل إلى السؤال التالي علل إرسال الجاريتين ورد المونة ونور الصباح كتابا إلى الصالح إسماعيل طبعا أول حاجة لتبلغاه فيه باتفاق نجم الدين والجواد وتحذره من خطر ذلك عليه زي بقولنا قبل كده أن هي بلغته أن نجم الدين الوقتي أصبح ملك دمشق ونجم الدين أمير قوي وإصالح إسماعيل موجود في الشام من مصلحته أو لأنه ما يكونش معاه في نفس المنطقة أمير قوي يسيطر على البلاد أو يحد من نفوزه كمان رد إسماعيل على كتاب ورد المونة بما رد عليها اقتنع إسماعيل ورد عليها بكتاب أي برسالة يحثها على نشر الفرقة والخلاف بين جنود نجم الدين وخاصة من معهم من الأيوبي السؤال التالي كيف استطاعت ورد المونة ونور الصباح إحداث الفرقة بين نجم الدين وعميه تقي الدين ومجير الدين قامت بالاتصال بتقي الدين ومجير الدين ودار بينهما حديث ساخرت فيه ورد المونة من صبرهما على طاعة شجر الدر وخوفتهما من بطشها إذا تم لها الأمر لأنها تسعى للملك لنفسها وهي تكره أمراء بني أيوب فانخدع الرجلان وساعد على إشاعة الفرقة بين أدباع نجم الدين من الأيوبي السؤال التالي ما الأنباء التي وصلت نجم الدين أثناء انتظار مجيء إسماعيل إليه جاءت الأنباء أن إسماعيل هجم على دمشق وحاصر قلعته السؤال التالي ماذا فعل نجم الدين عندما علم بما فعله وعمه الصالح إسماعيل؟ ماذا فعل نجم الدين عندما علم بحصار إسماعيل لدمارك؟ ياريت كده؟ نتذكر الأحداث من على الخريطة وحلوا تشاركوني كده؟ طبعاً دار حوار بينه وبين عميه تقي الدين ومجير الدين وأخذ يسألهما فيما صنع الصالح إسماعيل وكان متوقع الرد أنهما كانوا منذ فترة قليلة جاءوا لها في دمشق والواجب يدعوك يا مولاي ما يتلبي داعي وأسرع إلى مصر وانقزم الفساد أنهما يقولوا نكمل لكن طبعاً تعجب من تبدل رأيهما وأكد لهما طبعاً أن خطوة للأمام أفضل من الرجوع إلى الخلف لكن طبعاً هنشوف تغير رأيه هل كانت شجاية ضر تؤيد قرار العودة إلى دمشق؟ طبعاً لا لم تكن تؤيد العودة إلى دمشق وكانت تفضل التقدم إلى مصر ومن هناك يستطيع نجم الدين أن ينتزع دمشق ويؤدب إسماعيل وجنوده طبعاً عندما يصل إلى حكم مصر وطبعاً جيش مصر جيش قوي أقوى بكثير من جيش دمشق يستطيع أن ينتزع دمشق مرة أخرى من إسماعيل ننتقل للسؤال التالي السؤال بيقول وضح مبررات تقي الدين ومجير الدين للعودة إلى دمشق الحجج المبررات اللي ذكرها تقي الدين ومجير الدين عشان يعودوا مرة أخرى إلى دمشق تقي الدين قال كيف نتقدم خطوة واحدة وظهرنا مكشوف خوفاً من أن يحصروا بين نار إسماعيل أي جيش إسماعيل ونار العادل من أمام دي كانت مبرر أو حجة تقي الدين طيب مجير الدين قال كيف نترك أموالنا وأولادنا ينهبها إسماعيل وإذا دخل إسماعيل دمشق يزيق أهلنا الهوان والزل وراء العودة لإنقاذ الأهل والأموال السؤال التالي وضح موقف كل من نجم الدين وتقي الدين بعد سقوط دمشق خلي بالكم عشان فيه سؤالين فيه سؤال اللي هو الأولين لما علم بس مجرد الحصار إسماعيل لدمشق وفيه سؤال تاني لما سقطت دمشق معايا كده السؤال بقى بعد ما سقطت دمشق نجم الدين فضل التقدم إلى مصر وقال لهم خطوة إلى الأمام أفضل بكثير من العودة إلى الخلف أما تقي الدين ومغير الدين للأسف قاموا بخيانة نجم الدين وأسرعوا بالعودة إلى دمشق ومعهما أتباعهما من الجنود وطرك نجم الدين ومعه مماليك بما أشارت شجر أدر على نجم الدين بعد تخلي تقي الدين ومغير الدين عنه طبعا أشارت أن يكون جيشا من المماليك يشتريهم غلمانا صغارا وينشئهم على طاعتهم ويقول لهم الأب والأخ والعم وأن يملأ قلوبهم بحبه بدلا من الاعتماد على بني أيوب الطامعين في الحكم ما الحل الذي اقترحته شجر أدر على نجم الدين بعد سقوط دمشق في يد إسماعيل وما رد فعله الحل كان فيه اقتراح اللي هو بتاع المماليك وجيش المماليك طبعا الاقتراح دا هياخد سنين قبل ما يشتري مماليك ويربيهم ويكبرهم لكن الحل السريع لحروج من هذا المأزق طبعا هو الحل الاستعانة بداود أمير القرق وتعجب نجم الدين وقال داود لا يرجى منه خير داود يوم معنا ويوم علينا ثم ما اقتنع برأي شجر الدر إذا وعدو أو منو سوف يساعدهم لأنه يطمع فيه دمشق وكمان مهاجمته لهم سوف يقوي من عدوه الصالح إسماعيل كده شباب انتهينا من شرح أحداث الفصل الرابع مرة شرحوا على الخريطة ومرة تناولنا عن طريق تحليل الموضوع عن طريق سين وجين أظن كده بعد فصل الرابع وشرح بالتفصيل أظن إن شاء الله هتشاركوا معنا التدريبات اللي ناخدها دلوقتي اتفضلوا معنا تعالي حبيبي نتناول بعض التدريبات على الفصل السؤال الأول بيقول دع علامة صح أمام العبارة الصواب وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ في ميال السؤال ويقول لك خرج مجير الدين وتقي الدين من مصر هربا من العادل وحاشيته خرج تقي الدين ومغير الدين هربا من العادل وحاشيته الإجابة صحيحة أم خطأ طبعا إجابة صحيحة السؤال الثاني تضامن إسماعيل مع نجم الدين لتخلص مصر من العادل إسماعيل تضامن مع نجم الدين طبعا الإجابة خاطئة لأن إسماعيل قام بدور الخيانة وهاجم على دمشق واستولى عليها بعد خروج نجم الدين يبقى إذن الإجابة خاطئة سؤال الثالث أثنت أي شقرت الجارياتين على موقف مجير الدين وتقي الدين من نجم الدين هل هي شقرت تقي الدين؟ بالعكس ده سخرت وتعجبت من صبرهم على طاعة شجر الدر لذلك الإجابة خاطئة سؤال الثالث شجعت شجر الدر نجم الدين على الرجوع إلى دمشق؟ شجر الدر شجعت على الرجوع إلى دمشق؟ طبعا إجابة خاطئة ونصحته أنه هو طبعا يتقدم إلى مصر لكي ينتزع دمشق من هناك وافق نجم الدين على الاستعانة بداود لدخول مصر طبعا وافق بعدما أقنعته شجر الضر بهذا الأمر سؤال التالي تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين انتظر نجم الدين وصول عمه إسماعيل في القصير ولا في حصن كيفة ولا في نبلس طبعا الإجابة في نبلس سؤال التالي وقع نجم الدين رهينة في يد الفرينج في موقع المنصورة ولا دميات ولا الرحبة طبعا في معركة دميات في عهد والده الكامل سنة 615 هجري السؤال التالي عم نجم الدين عم طالباه بدخول مصر طبعا في حكمها ولا توسيعا لملكه ولا إنقاذا من الفساد طبعا إنقاذا من الفساد وعندما بلغ نجم الدين القصير فوجئ بخبر وصل القصير بخبر حصار آمد ولا سقوط قلعة دمشق ولا حصار سنجار طبعا سقوط دمشق في يد إسماعيل أسرة نجم الدين في موقع الدميات أيام الملك الكامل ولا جلال الدين ولا العادل طبعا في عهد أبيه الكامل يرجع الفضل إلى نقط في استعان نجم الدين بداود يرجع إلى الجواد ولا إلى شجر أدر ولا إلى وكر القماش طبعا إلى شجر أدر كده حبيبي انتهينا من التذيبات تعالوا معنا نستعرض ما تناولنا أثناء الحلقة فضلوا معنا كده حبيبي تناولنا الفصل الرابع عقب في طريق الأمل عقب في طريق الأمل عنوان الفصل دليل على الأحداث التي تحدث فيه عقب والعقب هنا كانت سقوط دمشق عكس الفصل التالي كانت البسمة في طريق الأمل هي حصوله على دمشق كده حبيبي انتهينا من حلقة النهاردة فصل الرابع من قصة طموح جارية أرجو أن أقود قد أفتتكم في هذه الحلقة مع وعد بلقاء إن شاء الله قادم مع حلقات اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته